هذا هو أعلم الجمهورية اليمنية الذي أصبح يرفرف على أكثر من 85% من الأراضي التي حررت من الانقلابين جيش وطني يتصدر كل البطولات في الميدان بدعم ومساندة من قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية وإعادة الحق لأهله فكانت عصفة الحزم التي لبت نداء الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي من أجل رفع الضيم عن الشعب الذي تكالبت عليه ميليشيا الانقلاب وصالح المدعومة من إيراني الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة فقطعت أوصالها وتبخرت أحلامها لن نسمح للجوز نمثل أي رأي أن يتطاول على 26 مليون يتطاول على 26 مليون أنه سيحب للإيمن إلى جولة فارسية لن تكون اليمن جولة فارسية حقق الجيش الوطني انتصارات كبيرة في الميدان أحرر محاوضات عدة وبات يترق أبواب العاصمة صنعها ويكتث الإنقلابين في معقلهم في صعدة أغيرها من المناطق أساهمت قوات التحالف في تدريب الجيش ودعمه بكل الإمكانيات ليستعيد مكانته ويكون جيشا قويا يحمي الوطن طبعا نحن نعمل بالية واحدة مع قوات التحالف وخططنا واحدة وتقوات التحالف لهادر كبير جدا في تدمير آلية العدوة وكذلك في دعم وإنشاء بناء الجيش عادت بناء الجيش الوطني عاثت الميليشيا الإنقلابية في اليمن انتهاكات وأكثرت فيها الفساد أرتكبت أفضع الجرائم بحق اليمنيين في العديد من المحافظات فشرعت في القتل والتدمير ونهب الممتلكات وتفجير البيوت والمساجد وزرعت الألغام في كل مكان التي حصدت أرواح آلاف الأبرياء أرتكبت كل المحرمات بحق الشعب ورغم دعوة المجتمع الدولي المتكررة لميليشيا الإنقلاب وصالح في الانخراط للحوار والسلم وتجنيب البلاد الدمار إلا أن الانقلابين أصروا على الاستمرار في حماقاتهم وإشعال فتيل الحرب وتدمير البنية التحتية مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية لبى نداء الاستغاثة فكان المبادر الأول في اليمن وسبق كل منظمات الإنسانية في تقديم يد العون والمساندة فمد جسور جوية وبرية وبحرية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية لكل مناطق الجمهورية اليمنية دون استثناء ليسهم في تخفيف معاناة الشعب المكلوم على أمره فاستحق مركز الملك سلمان كما تؤكد ذلك المنظمات الإنسانية كل الشكر والتقدير والعرفان لمركز سما فوق المنظمات العالمية عبدالفتاغلاب الإخبارية